الأجازات بدأت وهنبدأ نسافر عايز أقول لكم في الحلقة دي أهم المنتجات اللي انتم محتاجينها تكون معاكم في شنطة المصيف سواء للعناية بالجسم، البشرة، الشعر كمان حاجات مهمة قوي في الميكب ناخدها مع عينة وكمان آخر حاجة عايز أقولها لكم حاجات العناية الشخصية المهمة الخفيفة اللي تكون معاكم في الشنطة الحلقة دينا مش هعملها نصايح تقلدية أو الحاجات المعروفة ان احنا دايما بناخدها وهقول لكم بداية رخيصة ومفيدة جدا تبقى معاكم في المصيف فتابعوني وكل سنة وكلكو طيبين فقرة العناية بالجسم هتبقى أول فقرة معينا هقسمها لكم لتلات نقط عشان ما انتهش من بعض أول حاجة المرتبات المهمة تكون معاكي في الشنطة تاني حاجة الأفتر سن أو الحاجات اللي احنا محتاجينها بعد التعرض للشمس عشان نحمي بشرتنا تالت حاجة التانيج أويلز أو الحاجات اللي بتدي تان أو اللون البرونزي من الشمس للنسل اللي بتحب تروح الساحل وتعمل تان عشان يبقى شكلها مختلف وجديد هشرح لكم التانيج أويلز والتانيج كريمز بالتفصيل عشان تعرفوا برضو تختاروا ايه مشكلة الصيف ان احنا لما منتعرض للبحر والمية الملحة جسمنا بيجف جدا وبيحصل فيه زي تشققات خصوصا كمان مع التعرض للحرارة والرطوبة وغيره فمهم جدا يكون دايما في شنطتنا حاجة مرتبة قوية تحافظ على المية أو الميشتر كنتنت بتاع الجلد عشان دايما جلدك يبقى مترطب وشكله حلو وما يعملش بقى حروق وتشققات وا 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 في ناس كتير جلدها حساس فلما بتتعرض للشمس جلدها بيحمر جدا وبيعمل لها التهابات وبتبقاش عارفة تعمل ايه رغم انها حتى سان بلوك فمهم جدا يكون معيك مرتب مضاد للأكسادة يحميك من قصة الالتهابات دي ويقللها والاهم من ده كله ان ما يكونش فيه كورتيزون الناس بتيوز او بتستخدم الكورتيزون بشكل مش كويس خالص او يعني اكساسف بشكل مبالغ فيه لما بتتعرض لحروق من الشمس طبعا الكورتيزون بيخفيفها بس احنا بنتكلم في انه مش صحة اصلا ان احنا نستخدم كورتيزون بدون يعني ارشاد طبي او بدون توجيه طبي فبالتالي احنا بنستخدم المنتجات اللي ينفع نستخدمها وفي نفس الوقت تعالج العرض ده دايما كنت لما باجي بسافر كنت بجيب معي الافترسون اللي هو الاكتر حاجة مشهورة الالوفيرا الالوفيرا او جل السبار ده معروف انه هو من المهدئات جدا للجلد لما بتتعرضي لحرارة جامدة او ما بتحس ان جلدك بيلسعك حتى ولو حتى سان بلوك بس بصراحة الصيف ده انا اكتشفت حاجة مختلفة تماما وعجبتني اكتر لانها بتغنيني عن قصة الصبار وفي نفس الوقت هي مرتبة اللي انا هتكلم عنه النهاردة هو الفيتابالم الفيتابالم ده كريم مرتب جواه سيرامايد واشنا عارفين اهمية السيرامايد انا اتكلمت عنها في حلقات كتير قبل كده عن اهمية السيرامايد ان هي بتحافز على حجز البشرة وكمان بتحافز على الترطيب اللي جواه البشرة فبالتالي جلدك ما بيجفش غير كده كمان الفيتابالم في مضادات للأكسادة في فريوليك اسد والفريوليك اسد ده مضادة للأكسادة اقوى من فيتامين سي بكتير وبيساعد كمان فيتامين سي انه يشتغل كويس والمنتج ده فيه فيتامين سي والجميل في الموضوع انه هو كمان فيه زينك اوكسايد والزينك اوكسايد ده احنا عارفين انه هو واقي الشمس اصلا فيزيائي وبيحميك من اليو في بي فبالتالي انت ينفع تستخدمي الفيتابالم قبل لما تنزلي البح كاصلا بدل السان بلوك على بشرتك انه يحميك من البيرنز بس بس مش هيحميك من اليو في اي ففيتابالم كده وفر لنا حيات كتير وفر لنا انه هو مكان السان بلوك ووفر لنا انه كمان افتر سان لانه برده جواه الوفيرا الوفيرا بنسبة كويسة جدا فبتحافظ على ترطيب بشرتك هو سهل الفرد انا دايما بحب اجربلكو المنتجات فهوريكو بردو الفيتابالم شكله عامل ازاي هو بيتفرد بسرعة جدا فانتو عارفة الزينكو اوكسايد لما بنيجي دايما نحطه على بشرتنا بيبقى منيشف كده او احنا مش عارفين نفردو كويس بس بصوا الفيتابالم اتفرد على طول وبيديكي ترطيب حلوة جدا لمدة 24 ساعة والجميل برضه في الموضوع انه ما ينفعش ليكي لوحدك لا ده كمان ينفع ليكي وللاولاد يعني ينفع الكبار وللصغيرين فده كان اختيار كويس اوي 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 انا هاخده معي على طول ان شاء الله في المصيف هو العبوة 200 ميلي ب 178 جنيه وبرضه تقدروا تطلبوها من الويب سايت اللي انا هحطولكو دلوقتي على الشاشة بالبرومو كود بتاعي واتاخد خاص مع 10% كده احنا اتكلمنا عن المرتب والافتر سن في منتج زي الفيتابالم مهم بس ان احنا نكون مركزين ان احنا في فقرة العناية بالجسم مش بالبشرة البشرة هقولكو عليها منتجات تانية طبعا هتكلم دلوقتي على التانيج اويل ازاي ما قلت في البداية وبما اني جبت سيرة التانيج اويل فمهم جدا انوه عن حاجة مهمة كانت تراند الفترة اللي فاتت وهي استخدام البيبي اويل او الاوليف اويل ببي اويل اللي هو الجونسون او الاوليف اويل زيت الزتون على بشرتنا عشان يزدينا التان او اللون المختلف بتاع المصيف الموضوع ده غلط جدا يا جماعة لان البيبي اويل مفهوش SPF او مفهوش معامل حماية يقدر يحميكي من الشمس بالعكس هو يخلي UV ريز مصلطة على بشرتك على طول ودوج بيعمل حروق اصلا ولو حد بشرته حسيسة الموضوع هيبقى كارثي الخطوات اللي انت محتاجاها عشان تعملي تان حالو ان انت تكوني مهيئة جسمك من اليوم اللي قبلها لقصة ان انت هتعرضي للشمس تاني يوم الصبح اول حاجة تكوني بخدر شاور كويس تاني حاجة مرتبة جسمك كويس وفي النص او في الشاور زي ما انت متعودة تعملي scrub او exfoliation يعني تبشري بشرتك كويس جدا وطبعا بالنسبة للشباب او للمنات يفضل ان احنا نكون عاملين shaving او لازر او اي حاجة لازالة الشعر عشان الجسم يبقى نظيف والمرطب اللي هتحطيه بالليل الجسم يمتصه كويس فبالتالي يكون مهيئ لان انت تستخدمي منتج خاص بالتاني تاني يوم الصبح فكرة التاني اويل ان هي بتاخد اشعة الشمس وتصلطها على جلدك عشان يخلي انتاج الميلانين يزيد فبالتالي لونك يختلف بتختلف قوي درجة التان من لون بشرة للتانية ومن منتج للتاني بس احنا لو هنتكلم على التاني كريمز عامتا او التاني او التاني اويل في منتجين لازم يتذكروا اول واحد الكاروت sun cream وده اشهر كريم معروف بالنسبة للشمس وفيه منه كمان اويل بس هو المميز اللي فيه انه فيه حاجة اسمها تان اكسلريتر او تان اكتيفيترز دي حاجة بتزود التان او بتزود ان البشرة تعمل اللون المطلوب لها زي القل تيروزين وغيره وكمان فيه طبعا الكاروت اويل لان هو من اسمه يعني ان هو فيه جزر والجزر معروف ان هو بيدي اللون الورنج دوت اللي هو البرونزاجن للناس بتحبه غير كده كبان المنتج دوت فيه خلاصة حنة فبيحافظ ان بشرتك تاخد اللون الجولد الجميل وطبعا هو مرتب جيد جدا للجسم وتقريبا واخد يعني اعلى رانكينج موجود في قصة التانينج ديت على الانترنت توقع عالميا او محليا في مصر تقريبا رنجستار بتاعه بيوصل لحد 600 جنيه وته طبعا يعتبر اوبشن غيلي لو انتوا عايزين اوبشنات تانية ماينفعش طبعا نخفل عن البانانا بوت تانينج اويل الجميل في البانانا بوت ان هم حاطين فيه معامل حماية من الشمس اربعة وتمانية وخمستاشر خمستاشر مثلا بيحميك بنسبة تلاتة تسعين في المية من اشعة الشمس الضارة فبالتالي بيكون حلو قوي ننسي زي ما تكوني حطى واقي شمس وفي نفس الوقت تحطى حاجة تخلي اللون او التان بتاعك عالجلد مركز فالبانانا بوت بيعتبر من الاختيارات الممتازة ودايما واخد طبعا برضو هاي ريفيوز عالميا او محليا والنجستار بتاعه بيبدأ برضو من 350 وطالع حسب الاس بي اف بتاعه البانانا بوت اويل ما ينفعش يتحط على وشنا دايريكت وما ينفعش يتحط على قدينة الاول وبعدين نعمل كده وبعدين نطبط به على بشرتنا ده لو احنا هنحطه على وشنا عشان ياخد اللون البرونزي ودلوقتي عاملين افضل وهو الدراي اويل الدراي اويل من بنانا بوت برضو كويس جدا ينفع ده بقى يترشع على طول على البشرة او على الجسم ما فيش فيه اي مشكلة خالص مدة التان ممكن تختلف من حد لحد فيه ناس بتاخد تان من اول عشر دقيق بجد وفيه ناس تانية بتوقع من ثلاث لخمس ساعات اهم حاجة ان احنا دايما نغير الوضعينا تحت الشمس عشان ما يبقاش بحتة غمقة عن حتة فجسمك كله يبقى ياخد اللون اللي انت عايز تاخده في بدايل تانية برضو رخيصة اقل شوية مش اقل كتير بس هي اقل شوية بالنسبة لخصة التان زي البيز لاين منزلين التانينج اويل وفيه شمر كده اللي هو زي جلتر كده بيدي الجسم لمعة لطيفة جدا في الشمس للصور بقى وغيره في المصيف وكمان فيه كاروتين كبديل للكارب كده بعد ما خلصنا فقرة العناية بالجسم هنتكلم بقى عن العناية بالبشرة وده المهم بما ان حضرتك في المصيف فمش مطلوب منك الروتين المعقد اللي احنا متعويدين عليه خلال اليوم مطلوب منك ثلاث حاجات بس الغسول المرتب السان بلوك وبما اننا تكلمنا عن السان بلوك فطبعا ما ينفعش نخفل عن اهميته بالنسبة لحماية بكاعة البشرة من الاشيعة الضرة سواء اصلا احنا في مصيف او غيره شتة او صيف فمهم جدا تكوني عارفة نوع السان بلوك اللي انت ينفع تستخدميه على بشرتك وحطى لنفسك بديل كثير غالي ورخيص وجربي وشوفي مين الاحسن بس دايما اهم حاجة تكون الخطوة دي موجودة في الروتين بتاعك انا هحط لكم دلوقتي اللينك بتاع الحلقة اللي انا عاملها عن ازاي تختاري السان بلوك واسعار كل السان بلوك تقريبا اللي موجودة في السوق فشوفوها الحلقة دي هكون مفيدة لكم جدا قبل لما تروحوا المصيف بالنسبة لي انا انا مختارة الفترة دي هت ان انا بستخدم البوباي الجيل كريم لان انا بشرتك مختلطة وبالنسبة لي دي كان اوبشن حلو جدا وكمان بجدده بالراش بوزي انتليوس اللي هو السبري كل ساعتين القصة ديت بالنسبة لي كويسة جدا ومفيدة جدا لما مكون رايحة مصيف ان انا بحط السان بلوك قبل ما بنزل بيعمل كمان متفاينج افكت او بيض في بشرتك وبحط بجدد بالسبري لانه بيكون اسهل ليه كثير اعلم معه دي حط كريم تاني على وشي خصوصا بقى لو احنا حاطين مثلا ميك اف او تنت زي ما احنا نتكلم عليهم في فقرة الميك اف ولو انت معدية 30 سنة وعندك قدرة شرائية انا في منتج بنصح بيه على طول اللي هو الراش بوزي الانتليوس الاج بروتكت الميزة في ان هو مش بس سان بلوك مناسب للبشرة لا كمان هو في عوامل حماية من اليو في ايه اللي هي بتقدي للعجز او للتجعيد بسرعة فبيكون كويس جدا ان انت تكون يحط حاجتين في منتج واحد ان انت تكون يحط حاجة تحميك من التجعيد والفاين لاينز والخطوط التعبيرية وفي نفس الوقت حط سان بلوك ده ينفع للبشرة الدهنية والمختلطة وبرده زي ما قلنا في حاجات معاملة معاملات حماية غير الحماية من الشمس معاملات حماية من اليو في ايه اللي هي بتقدي للتجعيد والفاين لاينز فدول برده اوبشنز انا عايزك تحطيهم في دماغك لو انت مسافر المصيف او عندك قدرة شرائية ان انت تشتري حاجة اغلى شوية من المنتجات اللي انا بنصح بها على طول في فترة الصيف هي ان احنا نكون بنستخدم الماء الحراري والماء الحراري للناس اللي متعرفوه هو عبارة عن سبري زي ده كده هوت ده بتعلى راش بوزي انا بستخدمه على طول و بحبه جدا في منه بقى حاجات كتير او برانس كتير افان مثلا بـ 300 ميلي بتلتمية وشوية دوت 150 ميلي عامل 190 جنيه وفي جد بيقعد معي كتير هو عبارة عن بخاخة بنرجها كويس وبعدين بنرجها على بشرتنا هي فصورة مية او رزاز مية بس هي اكتشلي مش مية بس لا هي اسمها ماء حراري وده ليه فوية كتير جدا بالنسبة للبشرة غير ان هو بير يطب بينظف بيدي انتعاش ومهم جدا يكون في شنطتك خصوصا مع الرطوبة العالية ما بتبقيش عارفة وانسي على البلاش تعملي ايه مع الرمل الصغير اللي بيلزق في بشرتنا دوت وبيدايقنا وطبعا مش صح زي ما قلت قبل كده وتكلمت عنه في حلقات كتير في الشانل عندي ان احنا نستخدم الميك اوب وايبس لانها المواد اللي فيها ممكن تعمل جخيف في البشرة فاختيار زي الثيرم الووتر بيكون اختيار امثل لقصة التنظيف وبعدا لما بتحطيه لو في زيادة على بشرتك او او بشرتك ممتصتهوش ممكن بمنديل او بتشو كده بالطبطابي على وشك فبالتالي بتكون الزيادة منه المنديل امتصها فده بيكون اختيار حلو قوي وغير كده انا كمان مش بجيبه بصراحة عشان الصيف بس لانا كمان بجيبه عشان انا بحب قوي نستخدمه معه الهيلورانيك اسد لو انت في الروتين بتاعك فيه هيلورانيك اسد مهم جدا زي ما احنا متفقين انه ما يتحطش على بشرة نشفة لازم البشرة تكون مترطبة كويس فاحسن حاجة ممكن ترطبي وبشأت بيها خلية قبل غير المية والثيرم هو الثيرلم altered manic acid في الثيرمل ووتر مكمل القاطع وات Feel blue point y beinglapping serum hayloronic acid بيفرق قوي قوي في الفراج الasticof ased يatiq plumb spread using ke cum Dieserum المية اللي جوه البشرة عن طريق الهيلورانيك أسد والترطيب بالثيرمل ووتر يبقى كده لما تكلمنا عن الروتين اللي احنا عايزينه لبشرتنا في الماسيف اللي هو الثلاث خطوات اول خطوة الغسول وانا حطت لكم دلوقتي برضو لينك حلقة السيبوفيكس وده احسن غسول بشرة دهنية او مختلطة انا استخدمت الفترة اللي فاتت وده طبعا هيكون معايا في الماسيف تاني خطوة بالنسبة لنا بتكون المرطب احسن اتنين مرتبات انا استخدمتهم بالنسبة لي انا لاني برضو بشرة دهنية ومختلطة هم لفاكلار اتش لفاكلار اتش او لفاكلار مط كمان لفاكلار مط بس مش معايا دلوقتي اللي معايا الاتش دوت بمرتب قويس جدا للبشرة دهنية والمختلطة والمط اللطيف فيه هو بيضفي اللمعة الزيادة فبيكون انسب طبعا لفترة الصيف تاني مرتب او تاني حية انا بحط بحيب احطها على بشرتي في فترة الصيف خصوصا لو انا حسيت ان انا فلاشن كده او اتعرضت الحرارة جملة هو السكابيو من بايوديرما اللي هو السكابيو من بايوديرما بالنسبالي الكريم ده حلو قوي لان هو بيساعد على اصلاح حجز البشرة فلما بتحطيه على وشك ايا كان الانتهاب اللي حاصل ايه على وشك او على جلدك او على اي حاجة بجد بيضيه على طول بدون اثار حبوب او حروق او اي حاجة ممكن تكون حصلت بسبب التعرض للشمس ففعلا المنتج الامثل لاصلاح حجز البشرة بسبب التعرض لحرارة او لشمس او غيره هو السكابيو فكده يبقى احنا قلنا الغسول بتاعنا وقلنا المرتب وقلنا السان بلوك وانا مش محتاجة مني لحاجة اكتر من كده خالص فترة المسيح تالت فقرة هي فقرة الشاور والفقرة دي مش عايزين نخفل عنها او نقولها بسرعة لان هي فقرة مهمة جدا لان فعلا جلدنا بيكون من الميا الملحة اتعرض لجفاف كبير اوي فغير ان احنا هنرطب جسمنا بمرطب زي الفيتابولما زي ما انا اي اي لا مهم ان احنا نكون بنستخدم شاور جل يفيد جسمنا او يحافظ على المياه اللي فيه بصراحة انا فترة الصيف رغم ان انا اصلا بشرتي دهنية بتعرض فعلا لجفاف كبير لما بننزل البحر او البسين فانا دايما بستخدم مينلا راش بوزي اللي هو اللي بيكار جيل كريم اللي بيكار اصلا مخصص للبشرة الجفة بس انا بستخدمه على الليفة كده هو بيدي رغوة حلوة اوي وكمان بيحسسني بعد الشاور ان انا فعلا جسمي مترطب كويس جدا بس هو غالي شويتين انا مش فاكرة سعر اوي فاحطه لكو دلوقتي على الشاشة بعد ما اتاكد من سعره بس انا بنزالي بيكون اوبشن حلو لو احنا عايزين حاجة ارخص في برضو حاجة لقيتها تحفة تحفة بخمسة وخمسين جنيه بس من شركة فريدا هي معروفة برضو الشركة ديت في منظفات ومعطرات وحاجات كده بس فعلا الشاور جل ده تحفة وريحته حلوة اوي وبيرطب الجسم كويس اوي وبخمسة وخمسين جنيه بس في منه انواع كتير انا بحب بتاع الكوكونوت زي ما انتو شايفين كده بس في منه انواع كتير اوي يعني روايح كتير لو حد مش بيحب الريحة دي اوي يقدر يختاره فالشاور جل بتاعك مهم ان يكون شاور جل مرتب ومش لازم غالي اوي يعني انا مش طالبة منك ان انت تستخدمي اللراش والديتك دلوقتي اوبشن زي الفريدا فتقدري تستخدميهم عايزي جدا بس اهم حاجة يكون الشاور جل مرتب تاني حاجة بالنسبة لنا مهمة هي الجيدرنت مهمة جدا ان انت تكوني بتحطي الجيدرنت مش معنا ان احنا نزلين بحر ومية وبتاعي ان مش هيكون في عرق لا مهمة جدا ان احنا هنكون حاطين انتي برسبيرنت او جيدرنت وانا بحب جدا في الصيف البيزلاين وكمان الستورفل الاثنين دول من اكتر الحاجات اللي انا بستخدمها على طول بالنسبة لمنتجات التعرق او مانع التعرق او مضاد للتعرق وفي الصيف انت مش محتاجك خالص يبقى معيك البرفيم اللي انت بتحبيه او اللي انت متعودة تحطيه كفاية قوي بادي سبلاش انت محتاجه او بتحطيه على طول وبتحس ان انت فريش لان البرفيم زي كده كحول كثير مع الحرة مالوش اي لازمة خليك دايما في البي سبلاش ولو البي سبلاش بالنسبة لك برضه اختيار عالي ممكن نستخدم اوبشن تحفة وانا بحبه وبرده باستخدمه كثير اللي هو الكولونيا بتاع جونسون الجونسون بيبي كولون بتاعت الاطفال لان هي مفهاش كحول وبتقعد فعلا على الجسم فترة طويلة مديكي احساس الفراش لما بنحطها خصوصا على اماكن النبض فبالتالي الكولونيا بتاعت الجونسون بتكلفش كثير تقريبا حاجة 30 جنيه وحاجمها كويس هيقعد معيكي طول فترة الصيف تقدري تستخدميها بدل ما تبقي شايلة بيرفيم غالية او بادي سبلاشات مش قادرة على سعرها نيجي بقى الفقرة الميكب وعايز اقولك في الصيف انت فعلا مش محتاجة تحطي ميكب كتير زي ما انت متعودة في النزول كل يوم كفاية جدا ان انت تحطي تنت على خدودك او التنت دوت يفضل ان يكون طبيعي وانا كنت قلتلكم قبل كده على طريقة ازاي نعمل تنت طبيعي هو ان احنا بنجيب جل الصبار بس طبعا الشفاف مش اللاغضر زي اللي انا لسه مورياهولكو وبنحط عليه ربع معلقة دم الغزيل وبنقلبهم كلهم في بعض وقبل لما تنزلي تقدري تحطي نقطتين تلاتة على كل كده تشيك وعلى كل خد واتدعاكيها بيدي جلو حلوة قوي ويخلي شكلك ان هو يعني جميل وفرش ده طبعا لو انت مش واخده ايتان غير كده كمان مش هتحتاجي بجد اكتر من ليب جلوس والليب جلوس دي برضه انا كنت عملت عليها ريفيو قبل كده من شاو كنت جايباها من محل ميني سون وكان الواحد ب35 جنيه فما كنتش محتاجة فعلا اكتر من كده خالص بالنسبة لفترة الصيف بس لو انت خرجة وهنصهر بالليل او مع شلتنا او مع عائلتنا او كده طبعا بيكوني محتاجي يكون معاكي ميكا برموفر لو هتحطي كحل او حاجات ووتر بروف زي ما انا حطة كده طبعا يفضل تستخدمي الماء مثلر او اللونا وانا كنت عملت لكم باردو ريفيو عنه قبل كده كميكا برموفر هو هايل وخفيف جدا وكريمي وكمان بيدي تونينج افاكت لان هو بيديق المسام هحطي لكم بردو اللينك بتاع الشورت دا واتشوفوه بالنسبة للونا كان سعره 45 جنيه وكان بالنسبة لي option لطيف جدا ان انا احطه معايا في شنطة المصيف حاجة اخيرة مهمة اوي ان انا اقولها بالنسبة لقصة الميكاب دي لاننا دايما نكون معرضين للشمس عينينا بيحصل فيها جفاف فمهمة اوي في شنطتك بتاعت الميكاب تكوني حطة معاكي اطرة بديلة للدموع عشان تحمي عينيتي من قصة الجفاف عن طريق التعرض للشمس او ما تخليش عينك تحصل فيها تهيق جامد او تحس ان انت فيه دموع كده نازلة منك على طول عشان عينك مش مستحملة الشمس فمهم حاجتين اوي ان انت تكوني قطرة بديلة للدموع تحطيها كل ساعتين وطبعا ما تنسيش السنجلاس او النضارة الشمسية بتاعتك عشان الصور وعشان كبان نحمي عينينا اخر فقرة هي فقرة العناية بالشعر وما نقدرش ننكر انه فعلا مع البحر والبول وغيره شعرنا بتعرض لجهاد كبير جدا فمهم اوي في فترة الماضية في ان انت ما تكونيش بتعملي شعرك اي نوع من انواع الحرارة سواء بابليس الشوار وغيره وتسيبيه كده على طبيعته اي ان كانت طبيعته ايه المهم ان نخليها شكل حلو او ان نخلي شكلنا حلو سواء شعرك مفروض او كيرلي الرطوبة العالية بتخلي الشعر فريزي او دايما مجعد كده شكله هايش مش مظبوط حتى لو انت شعرك ناعم على فكرة فمهم ان احنا نكون عارفين نتحكم في القصة دي القصة دي ممكن نتحكم فيها بسهولة لو اخترنا المنتجات الصح اول حاجة بالنسبة لنا الشامبو والكنديشنر لو عارفنا نجيب اللي هو الفيف الجديد اللي فيها هيلورانيك اسد ده هاي دي ترتيب حلو جدا للشعر لو معرفناش مهم جدا ان الشامبو والكنديشنر بتوعيك يكونوا سالفات فري عشان يحمي شعرك من اي مواد كيميائية زيادة ممكن نحطها على شعرنا وتضروه تاني حاجة لو انت هتنزلي البح مهم ان انت تكون يحمي شعرك او حط حاجة عليه تحميه من الملح فيه منتج حلو قوي نزل من ايفا هو بقله فترة فعلا بس هو حلو قوي اسمه سي انسون دوت هار سبري بيتحط على الشعر وفيه معامل حماية 15 فبيحمي شعرك من اشعة الشمس الضرة تاني حاجة فيه منتج حلو جدا من ده هار ادكت اسمه سوين بروف دوت برضو سبري بيتحط على الشعر بيحمي او بيغلف الشعراية من اي حاجة ممكن تتعرض لها خارجية تأذيها والمنتج دوت حلو موجود على الوابسايت بتاع ده هار ادكت ممكن تجربوه كمان ما ننسيش اهمية ان يكون معاك هار ماسك او ماسك تحطيه على شعرك كل يومين عشان يحميه لو انت قاعدى مثلا شهر او قاعدى اسبوع او عاد عشر ايام في مصيف او في ساحل او في غيره فانت محتاج يكون معاك ماسك تغذية خاص لشعرك عشان تخلي دايما فيه الترتيب المطلوب ويحافظ على شكل الشعراية من المسكوط اللي انا برشحها على طول اللي هي الاكرينال ماسك ولو انت شايفين هو غالي عليك تقداري تستخدمي باتيكا سواء اللي هو البلاك سيت الحبة السودا او باتيكا مايونيز اللي اتنين فعلا ترطبهم حلو جدا ومهمة قوي وانت بتصرحي شعرك يكون معاك فورشة خشب او الويت بروش اللي هي الديتانجلر دي انا بصراحة بحبها جدا لان هي فعلا ما بتقطعش الشعر خالص بالعكس هي بتخلي الشعر يتسلك بسهولة حتى بقى لو هو مبلول او مش مبلول فالديتانجلر دي تكون فعلا اختيار ممتاز ولو انت فعلا برضو شايفاها ان هي غالي عليك تقداري تستخدمي الفورشة او المشت الخشب عادي جدا ودي كل حاجة ممكن نقولها بالنسبة لمنتجات شنطة المصير يارب تبقى المنتجات خفيفة ولها بدائل ولازيزة عليكم وتكونوا يارب اجازة سعيدة علينا كلنا سواء الاجازة الجاية او لو انتم سافرين حتى بعد كده هوت الحلقة دي تبقى رفرنس او مرجع عليكم وطبعا لو عايزين تسألوني عن اي منتج تاني تقدروا تسيبوها لي في الكمنتس انا برد على كل الكمنتات والناس اللي امتبعيني عارفة قصة دي وهستنى منكم برضا تقولولي محتاجين تشوفوا مني ايه الفترة الجاية وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشارع عشان الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس وشكرا لكم واشوفكم في الحلقة الجاية